بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أيام مباركات مليئة بالنفحات والأنوار والأسرار التي الله سبحانه وتعالى من بها على هذه الأمة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم مختار ويفضل للسؤال كيف نتعرض لهذه النفحات التي كتبها الله سبحانه وتعالى وجعلها بابا من أبواب التوسع على أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلما بتيجي النفحات دي نفحات الأيام المباركات زي الأيام العشر من ذي الحجة الواحد فينا بيحس بحاجة بتتكرر وبترسخ في قلوبنا ونسداد يقين منها أن ربنا سبحانه وتعالى نسج حياتنا وصنعها على عينه سبحانه وتعالى وكأن كل نفس من أنفسنا وكل زمن من أزمنتنا مكتوب عليه فإنك بأعيننا كأن كل نفس وكل زمن مكتوب عليه واصطنعتك لنفسي آه والله تحس إن ربنا مش سيبنا في وقت من الأوقات إلا وبيغمرنا بنفحاته بأنواره عشان كده بعد ما خرجنا من رمضان وعيشنا الأنوار والأسرار وربنا فتح علينا وأكرمنا آخر كرم الله سبحانه وتعالى لا دعنا ولكن يدركنا بأيام مباركات أشهر الحج فلما تسأل نفسك ليه كده تجد الجواب أن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يتركنا لأنفسنا يعني يا دوبك أنفسنا بتادي تلعب بينا ونبتعد عن الأنوار والأسرار اللي ربنا كتبها لنا في رمضان على طول تجينا أسرار وأنوار الأشهر أشهر الحج وندخل كمان في أنوار العشر الأوائل من ذي الحج عشان كده الله سبحانه وتعالى أعلمنا أنه أحن علينا من أنفسنا فقال سبحانه وتعالى في آية من أبدع ومن أجمل الآيات التي إذا قرأتها يطمئن قلبك الله لطيف بعبادي الله على الحنان والله على اللطف فالله سبحانه وتعالى يكرمنا دايما بالأيام المباركات من غير حول مننا ولقوه من عنده سبحانه وتعالى ويبقى العنوان الواسع لده قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله في أيام دهركم لنفحات نعمل إياه رسول الله ألا فتعرضوا له نتعرض له يبقى ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يرشدنا إلى إزاينا انتفع بهذه النفحات اللي هي موجودة في كل الأيام بس النفحات في أيام معينة بتبقى نفحات عالية وكثيرة وغامرة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده لنا قال لنا ألا فتعرضوا لها فيبقى نعمل إيه نتعرض لها طب ليه رسول الله نتعرض لها لأن انت مش هتقدر توصل أن انت تجمع كل الأنوار من كسرة الأنوار ومن كسرة العطايا اللي موجودة في النفحة غاية مراد أن انت تقدر تتعرض لها فالنفحة هتصيبك ومكتب لك نصيبك منها لأن ربنا دبرها على عينه فكل اللي عليك إنك تتعرض للنفحة مش تصنع النفحة ولا تقدر تاخد من النفحة فقط تتعرض لها بعملك الصالح وبالإقبال على الله وربنا أعلمنا إنه سبحانه وتعالى كريم ولطيف سبحانه وتعالى وأعلمنا في هذه النفحة بالذات نفحة الأيام العشر منذ الحجة نفحة أشهر الحج كلها أعلمنا إنه هو اللي دعانا للنفحة دي فقال سبحانه وتعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له إيه ده؟ يعني ربنا اللي دعينا لهذه النفحة وحتى وصف إحنا عنيجي إزاي؟ يعني عشان إيه؟ كله ييجي كل اللي هيجي هنال من هذه النفحة وإيه بقى؟ هي المنافع اللي ممكن نشهدها في هذه الأيام المباركات وهل النفحة دي بتكون لأهل الحج بس؟ ولا ممكن كمان تكون لغير الحجيك؟ أنا شايف إن كل الدين كله مبني على معنى مهمة أوى أوى علمهن حضرة النبي هم القوم لا يشقى بيهم جليس ما ينفعش واحد يروح للحج وأخوه فده ياخد النصيب وده ما ياخدش كله بتنالوا النفحة ما النفحة على الكل يبقى أنتم عارفين بقى إن الله سبحانه وتعالى بيوسع علينا ولذلك هم القوم لا يشقى معهم جليس إحنا عارفين إن الحاج إذا عزم على الحاج ففي بعض الأشياء لابد إن هو يعملها قبل الحاج إن هو سنو يسد ديونه وإن يحج من مال حلال فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن بعض الناس أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب وما طعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له وعشان كده لازم إلا يسافر يسافر من مال حلال وده بيقول لنا إيه بقى بيقول لنا وكأن المواسم دي مواسم جاية عشان حاجة مهمة مواسم للتربية وعشان كده في فرق ما بين المواسم دي ومسلا والصلاة الصلاة بتعمل إيه؟ الصلاة ماشي في طول الحياة لكن المواسم دي بتيجي كده عشان تنزل في عمق الإنسان يبقى المواسم دي رمضان ينزل في عمق الإنسان موسم الحج والعشم ينزلو في عمق الإنسان يتعلم حاجة كده حاجة تبقى تدخل في قوله تعالى يثبت الله الذين أمانوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر يبقى نثبت يبقى المواسم دي تيجي عشان تثبت حاجة فينا ويجي هنا السؤال بقى ايه اكتر حاجة او ايه اكتر شيء بنعانيه في الوقت ده عشان يجي الموسم ده عشان يثبتنا ويخلينا نتغير فيه تلاحظ ان كل واحد فينا كل واحد من الناس نلاقي اصابهم شيء من ايه من فقد الاخلاق او شيء من الاضطراب النفسي فمنتعامل مع الناس وكأننا في مواجهة للاخطار الناس ما بقش حاسة في الامان مع بعض ده اما واحد شايف ان هو يتعامل مع الناس مضطربين نفسيا او حاسة ان هو بتعامل مع الناس بتأذي طب هل لما بتتعامل مع نفسك مش بتحس انك برضو بتتعامل مع شخص خطر عليك او الله نعرف ناس كتيرة حاسة ان هي بقت خطر على نفسها خطر على نفسها بالافكار باللواب يفكر فيها خطر على نفسه بمعصي خطر على نفسه كمان بالاحباط وباليأس وخطر مش بتحس ببعض الاحيين انك اصبحت خطر عليك وان نفسك الامارة بالسوق اصبحت ترهيقك وتستنزفك بالافكار وبسوق الاخلاق وبإفساد العلاقات بينك وبين الناس وساعات بالحقد وساعات بالانتقام وساعات بديء الافق وساعات بسوق الظن موسم الحق بقى بيجي وهو موسم كبير بيستمر عدة اشهر نعمل فيه ايه عشان نتعرض لنفحاته يبقى تعالوا نتفق الاول ان كل موسم ممتد هو موسم للتربية موسم للتسكية موسم للتعليم ايه بقى الموسم ده وتجي عشان يعلمنا ايه او تعالوا نقول عن خلي الموسم السنة دي فاكرين لما احنا في رمضان خلينا الموسم موسم السلام رمضان كله كان بيعلمنا السلام ايه بقى اللي احنا هنتعلمه هنا حجيج او مقيمين هنتعلم ايه مش بنتعلم اساس مهم اوه في حياتنا بيقول ايه الاساس لن تحصل حلاوة الايمان الا اذا كنت من اهل الابتزان يعني ايه مش هتقدر تطلق حلاوة الايمان حتى تكون متزنا سلاسة من كنا فيه ذاق حلاوة الايمان ان يحب المرأة لا يحبه الى الله ده ده متزن ده فلذلك لازم يبقى عندك ميزان لازم تحط النفسك ميزان هذا الميزان هو اللي يخليك تكون مستقر ساكن هادئ فده اللي لازم نتعلمه وده تعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنوا حدكم حتى يكون الله ورسوله احبى اليه مما سواهما يعني ايه الانسان مش هيقدر يعيش الحياة بشكل متزن الا اذا كان عنده ده فمسلا رجل قاعد مع زوجته وقاعد يفكر في الماضي من غير ما يعيش في نور واجعل بينكم مادة ورحمة هل ده من اهل الاتزان قاعد بيشوف هي عملت ايه وعايش في الماضي ومش قادر يشوف ان هي نضجت وتغيرت ومستعدة ان هي تكون احسن فعايش هو في الماضي وسببها هي تعيش في الحاضر فإيه اللي حاصل فبقت فيه هو وفجوة بينهم وما الاتنين وهذا متزن او حد مثلا بيتعامل مع احلامه كلها ان هي بيختبر بيها الله سبحانه وتعالى وما ياخدش بالاسباب قاعد كده انت ما بتقومش ما تخدش بالاسباب ما تتهدش ليه ما بتبذلش اكتر وانت عندك حلم ما تبذلش ليه قال ما مش ربنا بقى مستنى ربنا يقدر هو ده متزن يعني انت تحس كده وانت بتسمع كلام الرجل ده هو متزن ولو اتزن لو وجد نعمة ربنا سبحانه وتعالى في عينه ولو اتزن لا شعر بالامتلاء ولا شعر بالرضى لكن في نفس الوقت هو مش عايز يشعر بالرضى انسان طول الوقت شايف نفسه انقص من الناس وانه هو مستحق اكتر من كده الشخص اللي عايش في المظلمية ده هو ده شخص متزن وكتار اول اللي عايشين في المظلمية ده ومع ان الله سبحانه وتعالى علمنا ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم وانه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه لذلك يا سادة اول شيء بنستعد بيه في المواسم وخاصة الموسم العشر الاوائل من ذي الحجة ان احنا نضع لانفسنا ميزان زي ما علمنا سيدنا عمر علمنا سيدنا عمر ايه اللي حصل حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا فتعالوا نتعلم الوزن او بمعنى اصح تعالوا نتعلم الاتزان طب ازاي نتعلم ان احنا نوزن نفسنا لان على فكرة اللي بيوزن نفسه ده هو ده العاقل زي ما حدث النبي قال العاقل ها من دان نفسه يعني اللي وزن نفسه وعمل لما بعد الموت يبقى ايه اللي حاصل يبقى المتزن ده اللي هو ايه العاقل ده وكان غيره مش عاقل من دان نفسه يعني ايه وزن نفسه هو ده اللي كان قصده سيدنا عمر دان نفسه يعني ايه يعني بحث عن ميزان يرده الى الدين هو من دان نفسه في التعبيرات وفي التفسيرات بتقولك انه حاسب نفسه وماذا وعاتب نفسه لا المعنى الاصح وزن نفسه وسعى الى ان يتحسن فامتدت بصيرته الى ما بعد الموت الله سبحانه وتعالى اول حاجة عشان نبقى مشيين في طريق الاتزان نحن نعرف ان ربنا في شوية قواعد واصول كده اول اصل ان ربنا سبحانه وتعالى اقامنا في الحياة عشان نقوم بادوار وكل دور منها بياخدنا الى الاتزان اي خلل في الادوار بتاعتنا يودينا الى خلل في الاتزان حتى دورك كعبد بيحتاج منك ان انت تكون صاحب الاتزان ازاي يعني ان انا بقى عبد وده محتاج من الاتزان فمثلا من اتزان دور العبد انه قوه ما يعملش العمل من غير النية انما الاعمال وبالنيات ماينفعش تبقى عبد ودخلت في العمل من غير نية ليه لان النية عمل بالضبط النية في العمل كاستقبال القبلة في الصلاة انت بتحدد انت مستقبل وجهة من الى مين تتجه لا انا متجه الى الله النية ولزاك اول شيء اضاع اتزاننا فقدنا للنية اللي خلانا نفقد المعنى من وراء الاعمال على فكرة ممكن الناس ما تفقدش الناس تنوي بس الناس ما لهاش معنى النية جاءت لي كي تكون اعمالنا لها معنى لما انا اقول اصلي صلاة الظهر اصلي صلاة مثلا اصلي صلاة العصر فانا انا ورايح اصلي صلاة العصر فلا لازم اعرف ان ده صلاة في هذا الوقت فلا بد ان ابحث عن معنى فلا يزم ابحث عن معنى وتقول كل صلاة ليه بانه تم انا ممكن اقول اصلي ومعروف ان الوقت وقت الظهر قال له لا عشان تعرف ان المعنى اللي في وقت العصر غير المعنى اللي في وقت الظهر فبقت النية هي مجددة حياة الإنسان بالمعاني وعشان كده لما فقدنا النية بالمعنى ده فقدنا المعنى وفقدنا معنى الإيمان وفقدنا معنى الطاعة وبعد انك كده الناس تقول لي هي العبادة ما بتأثرش فينا ليه لفقد المعنى وعشان كده عديلك خمس حاجات كده تساعدك عندنا خماسية ممكن تسميها خماسية وردنية تسميه خماسية تساعدك على ان ايه على الاتزان ممكن نبدأ نتضرب عليها في الايام المباركات دي ويبقى كأننا عنعمل تدريب عناخد دورة تدريبية في الايام دي عشان نتضرب على معايير الاتزان ونتضرب على ان النية دي نتضرب على ان الايام دي تفتح لنا ابواب الاتزان عشان نذوق حلوة الايمان سواء كنت هتحج او مش هتحج الكل ده ممكن تطبقه انا هقولك الخمس حاجات اولا كده سردن عشان ما تتوشي مني وبعدين نقولك نشرح واحدة واحدة اول حاجة اول معايير الاتزان واول حاجة تتضرب عليها عشان ايه الاتزان ما يروحش منك اول حاجة ما تعمل انا اما الخمسة دولا بيبدأوا بحرف الجيم ما تعملش حاجة من غير جدوى يبقى جدوى ما تعملش حاجة من غير جدية يبقى جدية ما تعملش شيء من غير جدارة يبقى جدارة ما تعملش شيء من غير جودة يبقى جودة ما تعملش شيء من غير جمال يبقى ايه اول حاجة جدوى تاني حاجة جدية تالت حاجة جدارة رابع حاجة جودة خامس حاجة جمال تعالوا نشرح ما تعملش شيء من غير جدوى يعني ما تعملش شيء عمل بلا هدف بلا قيمة بلا أهمية ما تروحش تعمل حاجة وانت حصلتها فتعملها ولا في أي شيء دايما انت عارف ان انت لازم تتقدم عن الأمام ولزايك الله سبحانه وتعالى استعن بالله تجده وتهويهك عشان دايما يبقى الله سبحانه وتعالى يأخذك إلى الأمام وعشان كده وأن إلى ربك المنتهى ولزايك في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسول فمن كانت هجرته إيه إلى الله ورسول لازم تتقدم للأمام فما تعملش شيء بلا جدوى لأن الأعمال بالنيات يعني إيه يعني الأعمال بالغايات أنت غيتك من العمل إيه فلازم تبقى عندك غاية وانت بتسمعني مثلا دلوقت إيه غيتك من إنك انت بتسمعني دلوقتي لما تكون في العمل ايه غايتك لما بتكون قاعد في البيت مع زوجتك مع اولادك ايه غايتك من كل ده ايه غايتك لو انت رايح الحج في ناس بتروح الحج كايناء عاملة ايه جلسة للعلاج النفسي عشان يعالج كأبته مش انه يضيف معنى جديد في الحياة حضرت النبي قال لنا عن الحج ايه شوف الفرق ما بين الراح يعمل الحج يعمل فيها جلسة للعلاج النفسي وشوف حضرت النبي جعل لنا الحج ايه من حج فلم يرفص ولم يفسق عاد كيوم ولدته امه يعني ايه كاينه مولود جديد فالمولود الجديد يستقبل حياة كاملة جديدة فده معنى جديد فيما ما ينفعش ان الواحد يختزل غايات الاشياء يبقى انت لازم تحترم الغاية فلازم كل حاجة بتعملها تكون انت غايتك فيها واضحة ولما تتعود ان انت كل حاجة لما تعملها تكون لها غاية ايه اللي حاصل تعلو وتتقدم وترى ان الحياة بتتسع فيه ناس هتقول انت بتتقل علينا احنا عايزين نعيش اللحظة لحد ما تمر ومتعودش بقى تقولينا ده فلذلك ايه اللي حاصل انا بقوله من عاش اللحظة حتى تمر لم يجد الا المر واللحظة لن تمر من عاش اللحظة لكي تمر ايه اللي حاصل لم يجد الا المر واللحظة لن تمر تفضل اللحظة موجودة وتفضل اللحظة تقيلة عليه وما تعديش لكن شوف ومن عاش اللحظة وهو يقصد غاية وصل الى الهداية وإن اللي حاصل واجزل الله الله العطاية ليه انا عنده ظني عبدي بي ودايما بنقول اهدنا الصراط المستقيم يبقى كل شيء بتعمله لازم يكون عندك فيه غاية حتى ولو هتتكلم عشر دقايق مع ابنك بمعنى انك انت تحسسه بالسند يبقى انت رايح وكانوا زمان يقولوننا كده يعني انا باتكلم معاكم ايه اللي بيخليكم تفهموا اللي فيه اللي انا بقوله انا عندي نية من كوة ان انتوا تفهموا الكلام ده فبيطلع الكلام ماله مغموس في نيتي من الكلام وعشان كده لازم نعرف حاجة مهمة جدا ان الحياة تحسب بمقدار ما فيها من المعاني وإلا ستعاني حياتك هتعظم وتكبر بمقدار ما تتغيى من تتغيى من معاني طب واذا ما عملتش كده ستعاني عايز ترتاح كن صاحب غاية غاية تفتح لك بابا السعادة والنجاح هو ده الحاجة الحاجة التانية ما تعملش شيء احنا قلنا جدية ما تعملش شيء من غير جدية قافة العصر بتاعنا ان احنا في اوقات كتيرة بنعمل الاشياء بلا جدية او بالمعنى الدرجة يعني بنعمل الحياة بهزار من غير جدية لكن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيز من ايه من الاداء المدمر للحياة اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل فلما تقوم للصلاة قوم بجدية وقوموا لله قانتين ولما تكون أب تكون أب بجدية ما تبقاش أب بهزار ولما تكون يأم تكون يأم بجدية ما تكون يش أم بهزار احنا لهزار كتر في حياتنا لكن أب شاف وجهة نظره فقط وبيربي أولاده على وجهة نظره فقط هل ده أب جاد في التربية لا في أحيان كتيرة بيكون بيخاف بيخاف من التغيير بيخاف من التفكير حتى بيخاف من البحث فيبقى كسلان بيخاف يروح يتعلم حاجة عشان يبقى جاد في تربية الأولاده تالت حاجة ما تعملش شيء من غير جدارة جدارة يعني ايه ان انت في أوقات كتيرة محتاجة تتعلم الأشياء اللي لقيت الناس بتتعامل معاها بامتهان شديد حاجتين الحاجة الأولى الجواز الناس بتتعامل مع الجواز بامتهان كتير أول بيظن الناس انهما بيولدوا أزواجا وزوجات وده عبس والله حضرت النبي قال من استطاع منكم البقى تفليتزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم البقى تفليتزوج فاللي عايز يتجوز لازم يتعلم لازم عنده مهارات وعشان كده احنا عندنا جزء بنتكلم فيهم السبت عن مهارات الزوجية الحاجة التانية اللي شفت الناس اللي تمتهنا الأبوة يعني الأبوة والأمومة اللي عايز يبقى لازم يتعلم يكون أب لازم تتعلم انها تكون أم لأن حضرت النبي يقول للرجل ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فالأبوة محتاجة جدارة محتاجة مهارات في مهارات للأباء والأمهات لازم ان يتعلموها ولو ما تعلموهاش لا يكونوا جادرين بان يكونوا أباء وأمهات وعشان كده في عقوق الأبناء زي ما في عقوق الأباء وعشان كده وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين يحسان ليه وقل رب ارحمهما في سياق آخر وقل رب ارحمهما كما ربياني التربية محتاجة التربية مش حدثة يتعرض لها الأبوين فلازم تبقى جدير انك تكون أب زي ما انت جدير ان انت تكون ابن فلذلك بنجد ايه بيلاقي الأباء بيتوجعوا والأبناء بيتوجعوا ليه لاني لا الأبناء جديرين بأنهم يبقوا أبناء ولا الأباء جديرين بأنهم يبقوا أباء يبقى زي ما بنسعى ان احنا نكون جديرين للأعمال اروح اخذ لي دورة تدريبية عشان اشتغل واكسب مال كمان هل لازم اتدرب وتأهل عشان أبقى أب وبقى أم وبقى حتى ابن لازم نكون جديرين حتى بالأخلاق الأخلاق نفسها محتاجة تدريب حضرت النبي يقول إنما الحلم بالتحلم لازم أتعلم الخلق لازم أتدرب على الخلق لازم الواحد يجيون جدير بليل القلب على سبيل المثال لكن نفضل ندعي مش هينفع ده ولذلك أهل الله بيسموا التخلق ايه رياضة رياضة ليه عشان بيتمرنوا بيلاع عليكم لازم نتمرن لازم نتدرب لازم نتعلم المهارات عشان حياتنا بقت متعبة جدا لأن كل واحد فينا مش بيجرب في التاني بيبلد تاني لأن احنا مش جادرين ما عندناش مهار بيبلد تاني بالكلام بيبلد تاني بالتصرفات وعاديين نجرح بعضنا رابح حاجة ما تعملش شيء من غير جودة ليه لأن الله كتب الإحسان على كل شيء والله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه والله سبحانه وتعالى يقول وأحسن كما أحسن الله إليك والله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولذلك لما بنكون عايزين نزود مرتباتنا بنزود جودة أعمال بأننا ناخد دورات ونتعلم عشان نزود إيه نزود جودة العمل طب حد لما يحب يزود جودة تربيته لأولاده بنعمل إيه يعني أنت عندك معايير أن أنت بقيت أحسن في جودة تربيتك لأولادك لا طب جودة عشرتك لزوجتك لا طب وجودة عشرتك لزوجتك بأنك أنت أصبحت راعي عشان لما تسأل عن راعيتك لما أنت أصبحت راعية جيدة عشان لما تسأل عن راعيتك لكن ممكن نعمل الكي بي آي في الشغل لكن ما نعملوش أبداً في الجواز كل واحد فينا بيقول أنا بقيت كويسة جداً جداً أنا بقيت كويس جداً 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 فين المعايير؟ مفيش معايير خمس حاجة الجمال ما تعملش حاجة من غير جمال حتى في الكلام الله سبحانه وتعالى يقول وقوله للناس يا حسنة عشان كده أبسط حاجة خلي لسانك حلو مع الناس ومع حبيبك بالذات الزوج يقول لي زوجته أنا عارف زوج بيقول لي زوجته يا نعمة ربنا علي عشان هو حاسس إن هو لازم يعمل كده وهي بتقوله أنت أعظم منا وفضل الله علي مين منا بقى بينتقي ألفازه كده ويجملها ويحطها زي ما ويطيبها زي ما السيدة عائشة كان بيطيب صداقتها كده شوف رسول الله كان بيطيب كلامه إزاي؟ أبو بكر الصديق عمر الفاروق إيه دا؟ عليه بابه مدينة العلم إيه الجمال دا؟ كلهم كلهم واحد كل واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يقول له لفظ جميل يليق به طب ممكن بقى تساعدنا عشان نبتدي رحلة الاتزان ورحلة التدريب على الخماسية دي اللي هي خماسية اللي هي الخماسية الخمسة جيم خماسية أول شيء الجدوى تاني شيء الجدية تالت شيء الجدارة رابع شيء الجودة خامس شيء الجمال أول حاجة كل يوم لما تسحى الصبح أنا أقول لك عمال بسيطة ضع يدك على قلبك وقول اللهم يا من رزقت للحياة أسألك أن ترزق قلبي هدا واجعلني أستقبل في كل ما يقبل من حياتي يا رب العالمين رضاك تاني شيء بادر ما تقفش ما تتعطلش ما تتعللش لا بتعب في العظم ولا بكآبة ولا كبر سن ولا انشغال بال ولا تشتت بادر اعمل حاجة في أولها في بيوت مهددة بالسقوط لأن أهلها تعلموا التأجيل تأجيل الكلمة الحلوة وتأجيل الهدية وتأجيل الطبطبة وتأجيل كل حاجة فيحسوا أنهم ما ما لهمش لازمة في حياة بعض لأنهم متأجلين كل حاجة متأجلة شوفوا كده واجعل الله ماذا بركة أمتي في بكورها كل ما تبدر تلاقي بركة تالت حاجة اتعلم كل يوم ولو مسألة واحدة بتعلم معلومة في شيء أنت مسؤول عنه وخاصة في الأسرة في البيت في التربية في البنوة وفي العمل في الشغل وفي ذاتك ازاي تطور نفسك رابح حاجة كل يوم قبل ما تنام اجلس في خلوة مع الله خمس داق ايه اللي حاصل إن وجدت نفسك أحسنت في شيء فقول الحمد لله على التوفيق وين أسأل استغفر الله وعزم إنك تكون أحسن ويدعي الله سبحانه وتعالى إنه يعينك على ده خمس حاجة وآخر حاجة ايه وعا تنسى أبدا إن انت دائما في مدد الله وخليك دائما إن انت ما تقفش عاجز ولكن افتح أبواب البركة وافتح أبواب التعلم وقل كل يوم قبل ما تنام وفي الأوقات اللي انت حسس ان انت ضعيف فيها قل يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي يا رب اجعلنا من أهل الاتزان عشان دايما نكون من أهل أنوار الإيمان بفضلك ومددك يا رحمن بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم ونقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي مرتلقة عليها أسئلتكم ونقصص له وقت ازاي ما نقصص له وقت دلوقتي عشان نجيب عليها واحنا في قمة السعادة بتواصلكم معنا وكمان سعداء جدا جدا بأسئلتكم وأول سؤال عندنا بيقول كان عندي سؤال أنا أم برب أيتام ينفع وخصص مبلغ لأولادي من فلوس الزكاة يصرفوا منها يعني هي عايزة تجعل جزء من مالها لأولادها يعني هي أولادها أيتام وهي عندها مال وبالمال دوات عليه زكاة فهي عايزة الزكاة دي تديل أولادها لا لأن الزكاة لا تصرف لمن تجب عليها نفقتهم سواء كانوا فروع أو كانوا أصول يعني إيه فروع يكون الإبن أو يكون الأب فالاتنين دولا لأن دولا إذا افتقروا بتجب عليها نفقته فإذا أنا دفعت الزكاة ليهم كأني أنا دفعت الزكاة النفسي طب إيه اللي حاصل ده لما نكون بنتكلم عن مصرف الفقراء والمساكين لكن هناك بقى تفاصيل فقرية في مسألة إذا كانوا استدانوا بس أنت بتكلمي على أطفال صغار فإذن لن نستطيع أن نضيهم من مصرف الفقراء ولا مصرف المساكين لأنهم لما بيفتقروا بتكون واجب علي أن أنا أنفق عليهم يبقى إذن ولكن اللي أنا هصرفه على أولادي هيخصم من الوعاء الزكاة وبتاعي فيقل لأن أنا صرفت عليهم من هذه المال لكن ينفع أن أنا أديهم من زكاة مالي من مصرف الفقراء والمساكين لا في مصرف أخرى في تفاصيل أخرى بس حضرتك ما در ذكرتش ولا تفاصيل من التفاصيل دي فيبقى الجواب لا أمش ينفع أديهم من مصرف الفقراء والمساكين السؤال بعد كده بيقول عندي 63 عام الحمد لله ربنا إن شاء الله يديم عليك التمام العافية وإن شاء الله مع حسن العمل بصلي ومنتظم في المسجد وكل يوم ورد جزء أو اتنين من القرآن زوجت بنتين ولسه واحدة مخطوبة على طول عياته بفكر في أولادي أيام ما كانوا أطفال يعني هو بيفكر أن أولاده مثلا لو أني هم حصل لهم كذا وأنا وكنتش أخد بالك أنا حصل لهم إيه ودايما خايف من إيه معرفش يا ريت الرد علشان حياتي عذاب والحمد لله حالة المادية مستورة والحمد لله وزوجتي معايا بس موضوع العيات ده والخوف ما بيسبنيش ليل ولا نهار أنا أظن إن إحنا محتاجين أول حاجة محتاجين نتكلم شوية إيه ثلاثة الحالة اللي عندي دي إيه سببها أولا قد يكون سببها السن والإحساس بإن أنا خلاص بدل ما أنا أخاف من الموت أخاف على أولادي إن أنا سيبهم لوحدهم ممكن طب إذا كانوا هم دلوقتي ماشيين في حياتهم وأنا مش شايف إن عليهم شيء من الخوف فتأتي النفس الأمر بالسوق وتدخني كده لوب وتروح واخداني إلى مكان ممكن أخاف عليهم فيه إيه المكان اللي أنا ممكن أخاف عليهم فيه لما كانوا أطفال نفسي تعمل معايا كده؟ نفسي تعمل معايا كده طب ليه؟ لأن أنا دلوقتي في حالة محتاج حد يطبطب علي وحد يرعيني وحد يكون جنبي وده ده اللي ممكن يكون بسبب الظرف اللي أنا فيه لكن ممكن يكون ده أشياء قديمة وبدأت في الزمن اللي أنا فيه في أضعف أوقاتي بدأت تظهر الآن طب والحل وإيه؟ الحل عندنا حلين؟ الحل الأولان إحنا ممكن نحتاج استشارة لطبيب استشارة لطبيب ليه؟ لأن حالة العياط الدائم ده قد نحتاج إلى شيء يوقف التفكير بالطريقة دي لأنه واضح أن الفكرة بتعمل إيه؟ في بعض الأحيين لما الإنسان ما يكونش كيميا المخ منتزنة الفكرة تفضل تلف 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 في الدماغه لأن فيه بعض المواد بيفرزها المخ وبتخلي الأفكار ما تفضلش تلف في دماغه فإذا حصل أي اختلال في هذه الإنزيمات وإلى شيء من هذا القبيل تفضل الأفكار تلفه متوقفش يبقى إحنا قد نكون محتاجين المسار ده الأول المسار ده محتاجينه بشدة كمان لأنه إحنا فيه ده هذا خوف هذا التراب ليس الترابا عاديا يعني ده مش التخوف العادي على أولاد لما ينزلوا فأقول لهم إيه خلوا بالكم وما إيه وما تتأخروش أو خلي بالكم وما تعملوش كذا لا ده خوف يخليني أعمل حاجة غلط إن أنا أروح في الوقت اللي هم كانوا فيه محتاجين سند ودعمه ومحتاجين إن أنا أقف جنبهم وساعدهم وأرجع ليهم وأتخيل إن أنا مش جنبهم أو أتخيل لو كان حصل لهم كده ما خلاص ما حصل لهمش كده ما خلاص الأولاد كبروا لكن أنا في الوقت ده أنا محتاج لده الحاجة التانية بقى المسار التاني هو مسار اللي إحنا نتكلم فيه بقى في كيف إن أنا أهيأ نفسي إن أنا أخرج من ده من الدوامة دي أول حاجة لا ألتفت لهذه الأفكار يعني أنا لما أجد أفكار دي أنا عايز أعمل كده عشان أحميهم لا ما أقولش كده أوقف التفكير ده ما روحلوش ما روحلوش يعني إيه أقول ده لما نتيجي نفسي تقولي ده من قبيل مزيد من الحب على الأولاد لا ده مزيد من تدمير حياتك وحياة الأولاد فتوقف ما تجيبش الفكرة ما تجيبش الفكرة اللطيفة دي فكرة إيه الرعاية فكرة الحب فكرة الحرص لا ده لا رعاية ولا حرص ولا أي شيء ولكن ده من إلقاء النفس في التهلك كده فأنا مش أفكر كده أولادي الحمد لله أتمنى لهم مستقبل سعيد وحلو أنا متجوز بنتين وفاطل التالتة يا رب ربنا يسعيدهم والحاجة التانية بقى في المسار ده أستبدل الخوف عليهم بالدعاء أفضل أدعي لهم يا رب وسع عليهم يا رب أكرمهم أنا أبدعي كده بالحاجات الحلوة يحصل لي تجديد لعقلي وزينيتي وقلبي وزاك الدعاء دوت من الأشياء اللي بتجدد الأمل في حياة الناس أفضل أدعي كده أن ربنا سبحانه تعالى يكرمه ويوسع عليهم فشوية شوية كده لما تعود على الدعاء ده إيه اللي حصل أبتدأ أفكر في حياتهم المستقبلية بدل ما أفكر في ماضيهم حاجة التالتة والمهمة إن أنا لما يحصل للحال ده أعمل إيه أذهب لأكتر عبادة بحبها نفترض العبادة اللي بحبها الكلام الحلو أروح أتكلم كلام حلو مع مين مع أولادي أفترض لأكتر عبادة أنا بحبها تلاوة القرآن أروح أقرأ القرآن لازم ألغبط نفسي الأمر بالسوق إن هي تستمر في ده عشان نقدر ته أذكر أولاً لأن في بعض الأحيان بيبقى الزكر ده بيعمل ارتباط شرطي لكن إنت لا عايز تعمل حاجة دي استخدم الأحزاب والأشياء اللي بتطيب خطر للسان وإذا كنت عايز ده فقولي يا لطيف 129 مرة إن شاء الله يا سادة فاصل نخرج دي فاصل ونرجع تاني نستكمل أسئلتكم المباركة المنورة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة وعندنا سؤال بتقول أنا جوزي حلف علي بالطلاق أني أنا مروحش عند أمي ودي الطلقة الثالثة وأنا مش عارفة أعمل إيه لو سمحت رد علي طيب يا ساتي جوزي حلف عليك بالطلاق يبقى جوزي لازم يتصل بينا أو جوزي يبقى يتصل على مية وسبعة لكن مش هينفع وخاصة أنت بتقولي إن دي الطلقة الثالثة يبقى ما ينفعش حد يفتيكي في الطلقة دي ولا يفتيكي في الطلقة إلا مع جوزي لازم جوزي يكون موجود وهو اللي بيسأل عشان يسأله ودائما أنا بأكد عن الناس لو سمحتم تخلوا بالكم إن مسائل الطلاق لابد أن يكون فيها مباشرة تاني مسائل الطلاق لابد أن تكون فيها مباشرة لمن طلق لمن إيه؟ طلق اللي هو مين اللي طلق؟ الزوج يبقى أي مسألة في مسائل الطلاق لازم الزوج يكون الأساس فيها ليه؟ لأنه صاحب اللفظ فما ينفعش تفتي في الطلاق لحد لحد تاني يعني إيه؟ ما ينفعش حد يقول لك والله أنا بيعتبارك طبيب يعني والله أنا ابن عم مريض بس هو مش هيقدر يجي ممكن تكشف علي أنا وأنا عارف كل الأوصاف المرض اللي عنده هتقول له إيه؟ هات ابن عمك عشان أكشف علي نسأله يا سيرة خالص 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 مين اللي طلق؟ زوج حضرتك يبقى مين اللي لازم نسمعه؟ زوج حضرتك وأنا بس عايزة أقول معلومتين مهمين جدا عشان الناس اللي بتتعود إن هي بتفتي في الطلاق لازم لازم يسمع اللفظ لازم يسمع اللفظ ولازم يتأكد من اللفظ ليه؟ بلاش فكرة إن هو حلف علي حلف علي دي ممكن تكون بيقى علي الطلاق وممكن حلف علي لو رحت المشوار الفلاني تكون يطالق والألفاظ بتاعت الطلاق يختلف الحكم فيها من لفظ إلى لفظ بالعكس ده إحنا عندنا أصلا ممكن حكم الطلاق يختلف بتغير حرف في لفظ الطلاق يعني أسألنا لما يقولها أنت طارق وإن لما يقولها أنت طالق فلازم نسمع ألفاظ الطلاق بدقة وعشان كده لازم نروح وحتى بتقول له جوز يحلف علي بالطلاق أنه ما روحش عندي أمي يبقى علي الطلاق ما تروحين عند أمك ولا لو تبقي طالق لو روحت عند أمك الاتنين ودي نفتي على إيه؟ مش هنفتي غير لما نسمع فتوى الطلاق من الزوج عشان نقدر نرد عليها أنا عارف أن أنت ممكن تكوني في حالة صعبة وحاسة أن أنت مخنوة وحاسة أن أنت خايفة تكوني عايشة في حرام وكل الكلام ده فنعمل إيه؟ نسرع بالسؤال نسرع بالسؤال عشان نقدر نجاوب على حضرتك ويكون الأمر في أحسن حال إن شاء الله ربنا يصلح دات البين وإيه بعد كل شر يا رب العالمي ونصيحة للزوج ما ينفعش ما ينفعش البيت يخرب عشان مشوار ليست من الحكمة دي سيدنا عمر لو كان بيسمعي الكلام ده كان عياء كان ممكن يتصرف تصرف تاني ما ينفعش إن البيوت تخرب عشان إيه؟ روحها للأم أو عشان أنا أكلة ما تعملتش البيوت ما تعملتش عشان يتلعب بيها كده السؤال بعد كده بيقول نوية العمرة من البيت وفي الأوتوبيس قال للمشف إن إحنا رايحين المدينة ولم أحرم من الميقات وبعد ذلك أحرمت من أبيار علي فعال علي كفارة السؤال متلغبط السؤال متلغبط وفي حاجة أسمع كده في الفاتو عندنا في حاجة أسمع استيفة السؤال محتاج استيفاء أنا ممكن أتكلم عن جواب السؤال ده بشكل مطلق لكن احنا بنتكلم هنا على إيه على السؤال اللي جاي من حضرتك نوية العمرة من البيت وفي الأوتوبيس نوية العمرة من البيت أنت مسافر من مصر طب مسافر من مصر خلاص وإنت نوية العمرة فإيه اللي حاصل فنوية العمرة من البيت ما انت نويت من البيت ان انت تعتمر خلاص فان هي خلاص انعقد وخاصة لو كانت امرأة هي مش محتاجة لا تخلع ثيابها ولا حاجة هي خلاص هي احرمت بثيابها ده لبيك الله أمه بعمرة فهي لو بتقول نوية العمرة من البيت وفي الأوتوبيس قال المشف ان احنا رايحين مدينة ولم احرم من المقات يعني ايه لم احرم من المقات يعني هي وفي الطيارة معلتش ايه لبيك اللهم بعمرة هي قالت ايه يعني هي نويت في نفسها ان هي معتمرة لان هي بتقول نويت العمرة من البيت فخلاص كده خلاص طب اذا هي لم البتش لكن هي نوية العمرة فخلاص بقت كده مع خلاص بقت كده معتمرة ولا هي بتقول نوية العمرة من البيت يعني اغتسلت وصلت الركعتين وأجلت ان انا انوي العمرة لما ييجي الميقات فاذا دي تفاصيل كتيرة لازم نسأل عنها التفصيل الاولى يعني ايه نويت وما ينفعش ان انا افتي على الامر ده من غير ما اعرف يعني ايه نويت نويت العمرة يعني خلاص نويت العمرة وما يأمناش بقى اذا كانت هي نويت وخلاص هي نويت وكده نويت قبل الميقات فاذا كنت نويت من البيت وسواء رحت على المدينة وبعد المدينة رحت على على مكة وانت ما عملتش اي مخالفة من مخالفات الاحرام امرتك صحيح حتى لو نويتش من ميقات ما انت نويت من البيت خلاص واغلب الناس بينوا من البيوت فنويت ايه لبايك اللهم بعمرة واغتسلت بالمناسبة الاختسال وصلاة الركعتين دولة من سنن الاحرام مش من فروض الاحرام ونويت خلاص ان هي كده خلاص تلبست بعمرة فبعد ما سفرت ركبت الطيار وركبت الباص قال لهم خلاص احنا مش هروح دلوقتي على مين على مكة ده احنا هروح على مين على المدينة راحوا سلموا على حضرة النبي وهي ما زالت محرمة هو انا لازم احرم من الميقات لا انا ممكن احرم قبل الميقات فانت لو نويت الاحرام ونويت قبل من البيت خلاص انت احرامك صحيح وحتى لو رحت المدينة الاول ثم رحت بعد كده على مكة لا يضر لا يضر ان انت ايه رحت المدينة وبعدين رحت على مكة وبعد كده ايه اللي حاصل عملت كده طب لا ده انا كمان رحت رحت ايه عشان انا مش فكرة فكرة ان انا كده ما يبقاش نويت لا ده انا رحت نويت من ابيار علي ما انا رحت المدينة وبعدين رحت راحة مع الدية اوه السؤال هل انت نويت لما نويت في البيت عملتي مخالفة من مخالفات الاحرام لو ما عملتيش كده ما ما عليكيش حاجة ما ازا ما كنتيش عملتي مخالفة من مخالفات الاحرام في الرحلة دي الرحلة الرحلة اللي في الاسناء فليس عليك شيء ويبقى عمرتك صحيحة وليس عليك شيء وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك لكن لو كانت قصدك ان انت اختسلتي وتوضيتي ويه ما نوتيش بعد كده هي دي المسألة اللي احنا محتاجين الاستيفة فيها لكن اذا كنتي نويت بمعنى لبيتي وخلاص ونويت ان انت العمرة من البيت فانت مش محتاجة هتكددي النية عند الميقات فخلاص انت كده متلبسة بالعمرة فإلا حاصل وكونك رحت المدينة وبعدين رحت بعد كده عشان تؤدي العمرة فليس عليك كفارة مدومتي لم تقع في محذور من محذورات الاحرام يا رب اكرمنا في هذه الايام بالنور والسعادة والاقبال عليك واجعل الامرام دي في ميزان حسنتنا واجعلنا يا رب من اهل هذه النفحات ونور قلوبنا وبارك حياتنا باسرار هذه العطايا الكريمة منك يا رب العالمين واجعل قلوبنا مليئة بالنور والاتزان حتى نذوق حلاوة الايمان يا ربنا يا رحمن اجعلنا على الدوام على هدي السيد العدنان خير انسان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا على طريقه طريق الاتزان حتى نغرقه في شهد الايمان يا ربنا يا رحمن اشتركوا في القناة واجعلنا على طريقه اشتركوا في القناة واجعلنا على طريقه